الحديدة المحافظة العالقة بين بنود الاتفاقات الأممية والمعاناة الإنسانية المستمرة يبدو أنها هذه المرة تتقدم خطوات باتجاه إنجاح الاتفاقات الأممية الرامية لإرساء السلام ووقف إطلاق النار هذا ما تقوله أخبار اجتماع السفينة الأممية في عرض المياه الدولية التي تشير إلى تحقيق اختراق في جدار اتفاق ستوكهولم وتحديدا ملف الحديدة تم مراجعة وإعادة تصحيح المسار لمفهوم المرحلة الأولى التي حصل بها أخطاء من قبل الميليشيات الحوثية اتفاق بين وفدي الشرعية وميليشيا الحوثي بإشراف رئيس بعثة المراقبين الأمميين الفريق مايكل لوليسغارد على مراجعة وإعادة تصحيح المسار لمفهوم المرحلة الأولى وهي الخطوة الأحادية الجانب التي اتخذتها الميليشيا بإعادة الانتشار من الموانئ وتسليمها لقوات أخرى موالية لها بإشراف أممي مراجعة وتصحيح مسار المرحلة الأولى خطوة ربما تدفع بتقدم الأطراف وتعكس شيئا من الجدية ما من شأنه إزاحة التحديات والصعوبات من طريق التقدم باتجاه المرحلة الثانية سيما وأن الأطراف اتفقت أيضا على مراجعة مفهوم عمليات المرحلة الثانية من عملية الانتشار تقدم في الحديدة بالتزامن مع زيارة قصيرة للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث إلى صنعاء التقى خلالها قيادة ميليشيا الحوثي بعد أن التقى الرئيس هادف الرياض وبحث معه ملفات الحديدة والأسرى وعملية السلام في اليمن تقدم محفوف بالمخاطر في ظل استمرار خروقات الحوثيين في الميدان واستمرار استهدافهم للمدنيين ومنعهم عقد اجتماع اللجان الأممية على الأرض مستقبل لا يزال غامضا مع عدم تزمين مرحلة ما اتفق عليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر